انتشار الأوبئة تهديد جديد يواجهه النازحون في غزة الذين يروون قصة مأساة عنوانها الفرار من القصف الإسرائيلي نحو واقع تنعدم فيه شروط الحياة يدفع الاكتضاد في الملاجئ والمخيمات نحو واقع صحي مخيف بظل نقص المساعدات الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي المطبق مؤشرة الإصابة بالأمراض باتت مؤكدة ونظمة الصحة العالمية كشفت عن تسجيل إصابة ما يقرب من 55 ألف شخص بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي وما يفوق عن 33 ألف آخرين بحالة إسهال حاد معظمها من بين الأطفال ما دون سن الخامسة الوضع صعب للغاية في قطاع غزة ليس هناك مشاءات صحية يمكنها تقديم العلاج الناس بالآلاف في مكان مكتو وهناك أناس مصابون لا يتلقون العلاج ولا يوجد وضع صحي ملائم هذا مرتع خصم لانتشار أي وباء الوضع صعب ولا يمكن تقديم أي رد فعل عند رصد حالة عدوى حذرت المنظمة من احتمال انتشار موجة كبيرة من الأوبئة تهدد بإصابة نحو 600 ألف شخص لانعدام الشروط الصحية والتي تسبب أزمة الوقود في شل مفاصل الحياة حيث توقفت انشطة إدارة الصرف الصحي وجمع النفايات في غزة والخوف الأكبر من شرب مياه ملوثة بعد توقف محطة تحلية المياه عن العمل واعتماد السكان على المياه الجوفية والصهاريجة وضع قد ينذر بكارثة يصعب السيطرة عليها في ظل توقف أكثر من نصف المؤسسات الصحية عن الخدمة وشبه عدام تام للدواء